بعد ما صرحت إيران أن أحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم عام 2015 أصبح بلا جدوى أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران من حيث المبدأ رغم عدم إعلان نهايته إلا أنه أصبح الآن فارغا ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن جروسي قوله إن الوكالة موجودة في إيران وتقوم بالمراقبة إلا أنها لا تراقب المستوى والعمق الذي يتناسب مع طبيعة هذا الأمر مطالباً الإيرانيين باستئناف عملية المراقبة معتبراً أن الدبلوماسية أمر لا مفر منه وأضاف أن لا أحد يلتزم بأحكام خطة العمل الشامل المشتركة أي أن لا تواجد لدبلوماسية أو حوار مشدداً على أن الحقيقة تقول إن إيران عام 2015 ليست إيران عام 2024 يشار إلى أن طهران كانت أبرمت عام 2015 اتفاقاً مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي أتاحت تقييد أنشطتها وضمان سلميتها في مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً من هذا الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعدت فرض عقوبات قاسية على طهران ما دفع الأخيرة للتراجع تدريجياً عن التزاماتها النووية وبعد أشهر من تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية مطلع العام 2021 بدأت إيران والقوى الكبرى وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة مفاوضات لإحياء الاتفاق لكن المباحثات التي جرت بتسهيل من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق المسدود في صيف 2022 في حين واصلت إيران التي تشدد على أنها لا تسعى لتطوير قنبلة نووية تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى بكثير من الحد الأخصى البالغ 3.67% والذي ينص عليه اتفاق 2015 مع القوى الكبرى